تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من الفريق أول رقن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الحرس الوطني ورفع سمو رئيس الحرس الوطني إلى سمو للعهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في البرقية باسمه ونيابة عن جميع منتسبي الحرس الوطني أسمى آيات التهاني وأطيب التبركات بمناسبة ذكرى تأسيس الحرس الوطني معربا لسموه عن بالغ الاعتزاز والامتنان لدعمه الدائم للحرس الوطني والذي كان له الدور الكبير في تطوير جاهزيته وكفاءته في أداء وجبه الوطني والحفاظ على أمن مملكة البحرين والذودي عن منجزاتها الحضارية وسلامة مواطنها تحتضل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وبعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية إلى الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان الخليفة حفظه الله رئيس الحرس الوطني أعرب سموه فيها لسمو رئيس الحرس الوطني ولكافة منتسب الحرس الوطني من قادة وضباط وأفراد عن خالص التهاني والتبركات مشهدا سموه بما يبذلونه من جهود مخلصة أسهمت في تطوير مستوى جاهزية وكفاءة الحرس الوطني لتلبية الواجب والحفاظ على مكتسبات الوطن الغالي والذودي عن مقدراته وفق التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه